تسلم وزير الخارجية عبدالله الحياة رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب السموة أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه من أخيه رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي تتضمن دعوة سموه رعاه الله للمشاركة في افتتاح أعمال المنتدى الحضرية العالمية في نسخته الثانية عشرة المقرر أن تصديفها جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر الفين واربعة وعشرين تحت عنوان كل شيء يبدأ من المسكن والذي سيتم خلاله تسليط الضوء على قضايا التنمية الحضرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال جاء ذلك خلال استقبال وزير الحياة لسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت اليوم في ديوان عام وزارة الخارجية